فتحت ثغرة في الانسداد السياسي الذي أغلق الطريق نحو قصر السلام بعد أن أخفق البرلمان في ثلاث جلسات سابقة لانتخاب رئيس الجمهورية أيام ما كان يعرف بالتحالف الثلاثي لتكون جلسة الخميس في الثالث عشر من تشرين الأول في 2022 غرة فصل جديد وغامض في موضوعة الصراع على السلطة حيث يأتي هذا الفصل بعد أن وصل الانسداد في تقلباته إلى نزف الدم العراقي وقع صواريخ الكتيوشة مسلسل محاولات ضرب الوسيلة السلمية لم ينجح صبيحة جلسة الخميس بقصف تسعة منها في محيط المنطقة الخضراء والتي أصابت عددا من منتسب الأجهزة الأمنية والمواطنين وبعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية والصفقات العلنية والسرية تم انتخاب عبداللطيف رشيد رئيس لجمهورية العراق خلفا للرئيس برهم صالح في الجولة الأولى من التصويت حصل رشيد على مائة وسبعة وخمسين صوتا مقابل تسعة وتسعين صوتا لمنافسه صالح ولم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات كشرط للفوز بالمنصب كما يقتضيه قانون المجلس وفق الدستور ما استدعى جولة ثانية من التصويت حيث حصل رشيد فيها على مائة واثنين وستين صوتا مقابل تسعة وتسعين لصالح وجاء انتخاب رشيد بعد أن وافق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على سحب مرشحه وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد من السباق الرئاسي مما أفسح المجال لانتخاب رئيس جديد بدلا من برهم صالح الذي ظل يحظى بدعم الاتحاد الوطني الكردستاني حتى اللحظة الأخيرة ولد رشيد عام 1944 في السليمانية وفي مرحلة مبكرة من حياته انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ حياته السياسية في ستينيات القرن الماضي وكما تقول سيرته أنه أصبح قياديا في جمعية الطلبة الكرد في أوروبا وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقبل رفع الجلسة كلف رشيد محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولذلك الحين تبقى الخلافات السابقة رهينة الترقب للساعات والأيام المقبلة المتمثلة بين التيار الصدري المنصحب بكتلته من البرلمان والإطار التنسقي لما للتيار من موقف معارض لترشيح السوداني مرشح الإطار الوحيد لتشكيل الحكومة اشتركوا في القناة